وأعتقد كمان أن السجل يعني وانا لما كنت بقولك قبل الهواء السجل المنافسات مع الفرق اللي احنا لعبناها دي أو اللي معنا في المجموعة طبعا احنا يعني متفوقين بشكل كبير في تا كلوب يمكن لعبنا مرتين في المباريات أو البطولات الافريقية كسبنا مرة خسرنا مرة ولكن أدأنا دايما بيبقى كبير المريخ السوداني اعتقد حصدنا حلو قوي دايما قدامه يعني ان شاء الله بإذن الله نتأهل أول أول مجموعة إن شاء الله النقطة الوحيدة اللي عايزة أقف عليها وعندها وأعتقد أن التحاد الأفريقي يمكن أو المسؤولين عن مسابقة دوري أبطال أفريقيا خانهم التوفيق فيها مش عارف خانهم التوفيق ولا ممكن يكون فيه تعبير تاني لكن حقيقة فكرة انطلاق معايد انطلاق الجولة الأولى المطشاط دوري الأبطال حضراتكم زي ما عرفته طبعا حسب القرعة أنه مفترض للأهل إن شاء الله هيلعب أول مطشاطه يوم 12 أو 13 فبراير مع الأخذ في الاعتبار وهي دي علامة الاستفاهم الكبيرة حتى كنت بكلم فيها مع الزمل أو مع صار قبل الهوى إنه الأهل هيلعب بطولة كاس العلم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 وبالحسابات وبالمنطق وارد جد احتمال حتى وإن كان احتمال ضعيف احنا نتمنى احتمال قوي حتى وإن كان احتمال ضعيف إنه الأهل يوصل للمباراة النهائية أو على قل تقدير يوصل للمباراة قبل الثالث والرابع وبالتالي ده معناه إنه صفر النادي الأهلي في قطر عشان كاس عامل أندية من الوارد إنه يستمر اليوم 10 أو يوم 11 فبراير إزاي مطلوب من النادي الأهلي إنه يرجع ويسافر عشان يلعب المباراة الأولى مع المريخ السوداني دي علامة استفهم كان لابد إنها تحط في الاعتبار خصوصاً إنه موضوع كاس عامل أندية معروف من فترة طويلة جداً ومعروف إنه الأهلي بيشارك في البطولة الجديدة أو في النسخة الجديدة من دولي الأبطال قبل انطلاقها بصفته طبعاً مش بس بطل الدولي المصري لكنه كمان حامل اللقب هيكون إيه المخرج؟ الحقيقة ده اللي هنحاول إنه نعرفه فيه الفترة اللي جاي